هذا هو السبب الذي من أجله لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستكون متساهلة حقيقة أن الروس الآن يقوم بقيادة حرب غير قانونية داخل أوكرانيا وأن هذا يؤثر على اقتصاد روسيا بشكل كبير فهم بحاجة إلى الدولارات وحقيقة أن هذه العقوبات بدأت تؤثر داخل روسيا وهم يعرفون أن هذه العقوبات ستؤثر عليهم كذلك في صحة المعركة لهذا السبب فإننا إذا ما أردنا أن نرى روسيا تغير تصرفتها جميعنا يجب أن نكون إلى جانب هذه العقوبات التي تم وضعها على روسيا وعلى حلفائها من الدول الأخرى أنا أعرف أنها لن تؤثر على روسيا فقط ولكنها قد تؤثر على بعض الدول والعراق عليه أن يقوم ببعض هذه التنازلات ولكن هناك أيضا في نفس الوقت من يتحدث ويقول يعني العراق ليس هو من دخل حربا مع روسيا العراق ليس في حلف الناتو العراق ليس في حالة حرب مع إيران ما علاقتنا بهذه المعركة كلها ولماذا ندخل بهذه القضية هل تعتقد بأن هناك وجهة نظر منطقية من هذا الرأي نعم إنها كذلك وهي وجهة نظر مفهومة ولكن كذلك علينا أن نفهم أنه بالرغم من أن العراق ليس منخرط بشكل مباشر بهذا النزاع ولكنه جزء من عائلة الأمم المتحدة التي شكلت الأمم المتحدة وعدما تتخذ الأمم المتحدة قرارا حتى لو كان هذا البلد بعيدا عن هذا النزاع فإن الالتزامات التي على البلد الذي قام بالتصويت يجب أن يلتزم بها حتى لو أن التصويت كان بلا فعليهم أن يلتزموا بما تعهدوا إليهم للأمم المتحدة لأنه قد يأتي يوم بلد مثل العراق يواجه بعض التحديات ويحتاج إلى الأمم المتحدة من أجل أن تحلها وكل بلد سيتجاهل إرادة الأمم المتحدة لأي سبب كان هذا يأخذ منه القوة فلن يرى الأمم المتحدة موجودة إذا محتاج إليها